وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهم لا يهم لا يهمهم أن تمحق غزة المهم أن تبقى حركة حماس موجودة قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل لا يهمنا ماذا يحصل ثم قال مشعل أكثر من هذا إن الذي يجري في غزة شيء بسيط بسيط لا يؤثر علينا لا يؤثر علينا ثم اتخرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب آلاف الجرحى من أبناء الشعب عشرات الألوف من البيوت المهدومة إلى اليوم إلى اليوم مئة ألف فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم لكن حركة حماس بخير حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبئة حركة قيادة حركة حماس وأقولها للمرة الأولى هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح ثم يقولون نحن قاومنا ترجمة نانسي قنقر